السلام عليكم رمضان كريم وإن شاء الله قبول الطاعات والله يحفظكم ويوفقكم يبيد عنكم كل مقرور إن شاء الله اليوم نكمل دروسنا للصف السادس الأعدادي الدرسنا لهذا اليوم is from unit 5 من الوحدة الخامسة grammar unit 5 present perfect simple المضارع التام بشكل عام استخدم المضارع التام to express an event that happened in the past التعبير عن حدث حصل بالماضي ولكن له أثر في الوقت الحاضر يعني آثاره باقية لحد الآن هاي واحدة من استعمالاتها أو أنه حدث حصل للتو يعني استوى صار الحدث we use present perfect طبعا present perfect يتكون من from التالي من الشكل التالي or structure أو التركيبة مالتا اللي هي subject فاعل طبعا لغة إنجليزية جملة عادية تبدأ بالفاعل فاعل زائد هاز أو هاذ زائد تصريف ثالث إذن المضارع التام هو فاعل هاز أو هاذ زائد تصريف ثالث للفعل طبعا ما هذا مثل الآن مثل التالي I have lost my keys I have lost my keys يعني أنا أضعت مفاتيحي وهذا معناته إنه لحد الآن مضيع مفاتيحي بعدني ما لاقيه or he has left هو غادرة so نلاحظ إنه أكو ظروف زمان خاصة تستخدم مع هذا الزمن هاي الظروف من ضمن هاي الظروف هي number one ever هذا الظروف ever is used with questions يستخدم مع السؤال فقط مهنانا ever معناه يكون تقريبا ذات يوم أو مرة فد مرة من المرات مثل مثل ما قلنا نذكركم ever تستعمل مع السؤال مثل have you ever bought something online طبعا ما طول قلنا يستحمل بالسؤال إذن ال have أو ال has تكون بداية السؤال have you ever لاحظ مكان ever وين بعد الفاعل have you ever bought وهذا فعل تصريف ثالث ليش لانا ادي have الفاعل وراه يكون تصريف ثالث have you ever bought something online يعني معناته هل في يوم أو هل ذات يوم فد مرة اشتريت شيء من الانترنت عن طريق ال online عن طريق ال net two الظروف الثاني اللي هو never طبعا never يستعمل للتعبير عن النفي هنا معناته يكون ابدا لم يعني مثل tom has never traveled outside of iraq tom has never traveled لاحظوا مكان never never تكون مكانه بعد ال has أو ال have وقبل الفعل يعني بين ال has وبين الفعل اذن tom has never traveled outside of iraq وذات مينز هذا معناه tom ابدا لم يسافر خارج العراق ثري الظروف الثالث اللي هو just بمعنى تو يعني للتو وتستخدم للتعبير عن حدث انتهى للتو اي قريبا جدا مثل she has just got back from holiday she has just got back from holiday لاحظوا مكانها ايضا كذلك ورا ال has أو ال have هنا ليش قلنا has ما قلنا have لأن الفعل مفرد غائب ال has مع ال he وال she وال it وال have مع بقية الضمار she has just got back from holiday هي عادة للتو من اطلة أو سفرة الظروف الآخر اللي هو already already يستخدم للتعبير عن حدث حصل أبكر مما توقعنا يعني مثلا المفروض احنا بعد ثلاثة ايام الروح نحجز تذاكر نسافر مثلا الى ايران للزيارة او نسافر الى تركيا للاستجمام والسياحة بس هما شوين راحة وحزة وراحة وحزة وليوم فش نقول they have already booked their tickets اما كان هواين بعد الهاز او الهاز they have already booked الفعل تصريف ثالث هاي اليد ترا تصريف ثالث مو ماضي ليش لان عدي هاذ they have already booked their tickets الاداة الخامس الضرف الخامس اللي هو يت الضرف يت يستخدم للتعبير عن او يستخدم مع الجملة المنفية والاستفهامية معنات يت لحد الان ومكان هوين نهاية الجملة اذا يت نهاية الجملة ومع النفي والاستفهام مثل i haven't packed my suitcase yet i haven't packed هاذ زاء التصريف ثالث هذا يسموه present perfect مضارع time i haven't packed my suitcase يعني انا لم احزم حقائبي او حقيبتي لحد الان هاي بالنسبة negative من في في حالة السؤال طبعا نقدم الهاذ او الهاذ حتى يصير السؤال have you bought your tickets yet هل اشتريت تذاكرك الى الان او لحد الان الان yet تأتي في نهاية الجملة معناها لحد الان وتستخدم مع الجمل المنفية والاستفهام ينتبه مع الجمل المنفية والاستفهام لاحظ بعض الامثلة او الاسئلة اللي وردت بالاسئلة الوزارية السابقة number one طانعا بين قوسيين الادات او الظرف never touch a snake شي يريد يريد يقول لك make a sentence about yourself يعني سوي جملة about yourself عن نفسك اذا للفعل يكون i ما طول عندي never تستعمل مع المضارع التام فالمضارع التام هاز او هاف زاء التصريف اذا شصير اي هاف هنا مختصريها ايف اي هاف never النذر قلنا النذر والأور والجست هاي مكان هنوين بعد الهاف او الهاز اي هاف نذر والفعل touch نخليه تصريف ثالث اي هاف نذر touched a snake انا لم المس افعى ابدا لم يعني سابقا to هاي طبعا صيغة اكو صيغة اخرى مثلا i haven't بين قوسيا pay الفعل الطاقية فعل مضارع مجرد my suitcase yet شي يريد correct the verb طبعا الفعل شي يكون تصريف ثالث هناك حفظ الأفعال عليكم احنا مطيكم لست بالأفعال وقالنا لكم يوميا تحفظون فعليا ثلاثة مضارع ماضي التصريف ثالث والمعنى i haven تصير paid التصريف الثالث ما pay paid three مطينا بين قوسي you اللي هو الفاعل other اللي هو الظرف و sleep اللي هو الفعل under the stars in the desert تحت النجوم في الصحراء ساشي يريد هنا شي يقول يقول استعمل use present perfect simple استعمل المضارع التام البسيط يعني has أو half زاء التصريف ثالث بس شنو عندنا يا ظرف مطينا مطينا ever انتبه وقلنا ever تستعمل أو تستخدم مع السؤال إذن شو صير very good الصير have you ever الفاعل you إذن have you ever والفعل تصريف ثالث إذن have you ever slept under the stars in the desert question mark ملاحظة أكو تمارين بكتاب النشاط مهمة حول هذا الموضوع وأكو تمارين صفحة 91 بكتاب النشاط حاولوا تحلوا وإن شاء الله في فيديو آخر راح نحله good luck